الحقيقة كتاب بيتكلم عن أبواب الفستات وأصورها وخليه نرجع مرة تانية للكلام اللي كنا نتكلمه قبل ما نطلع الفاصل وهنكون نتكلم عن الصناعات أشهر الصناعات وأشهر التجارات كمان اللي كانت موجودة أو الأنشطة التجارية اللي كانت موجودة في مدينة الفستات طبعا كل أنواع التجارات كانت موجودة في مدينة الفستات لأن هي كانت بتعتمد أولا على ما تصنع وكانت بتعتمد كمان على ما يرد إليها من الخارج عبر النيل وعبر البحار لكن لو تكلمنا عن أهم الصناعات اللي ازدهرت للفصطات وربما بعضها مازال مزدهر إلى الآن هنجد مثلا أولا صناعة الخزف أو صناعة الفخار يعني اشتهرت به الفصطات في كل عصورها واشتهرت بأنواع كان لها الريادة فيه يعني كان لها الريادة فيها زي مثلا الخزف ذي البريق المعدني والخزف المطلي ويمكن عدد كبير جدا من التوحف الخزفية الموجودة في متحف الفن الإسلامي هي من مستخرجات أرض الفصطات من حفائر الفصطات كمان رغم أن الفصطات تعرضت لعصور الانحصار والاندفار بعد كده لكن صناعة الخزف والفخار لم تنقطع فيها أبدا لأن احنا حتى لما منشوف صور القرن 19 منلاقي مثلا المناطق الخاربة دي فيها أماكن واسعة فاضية جدا لكن فيها أفران الفخار والحد النهاردة صناعة الفخار مزدهرة في الفصطات يعني في منطقة الفواخير المشهورة جدا في جنوب الفصطات الحد النهاردة شغالة وبتنتج طبعا ومدينة كبيرة شغالة هناك دلوقت طبعا ودي مكانها كده هو مكان تصنيع فخار من زمن من عدة قرون من أكتر من عشر قرون وكانت بتوعب فواخير ابن غرب في نفس المكان كده ودي توسعات نفس المكان القديم من أهم الصناعات الأخرى برضو هنلاقي أنها كان عندنا صناعة النسيج الفصطات اشتهرت بسمعة كبيرة جدا في صناعة النسيج لأن أولا صناعة النسيج كانت مزدهرة في مصر من قبل الإسلام هي كان لها شهرة في مصر من العصر الروماني والحقبة القبطية وكده جميل في العصر الإسلامي هنلاقي أن الفصطات ورثت هذا الإزدهار وهذه الشهرة ونشأت فيها دور لصناعة الثياب كانت تعرف بدور الطراز أو دور الأنماط كل دي أسماء مختلفة للدور اللي كانت بتتولى صناعة النسيج بشكل عام ومن شهرة نسيج الفصطات وأهميته وجودته كان بيلبس منه الخلفاء الأمويين والعباسيين وكان بيصدر دايما يعني الفصطات كانت بتصدر دايما لكل حواضر العالم الإسلامي